الآن أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الثلاثاء أنه لا ضير إذا استمرت أزمة قطر عامين آخرين مؤكداً أن الشعب القطري هو من يقرر من يحكمه من جهة أخرى قال الجبير إن الحرب في اليمن لم نخترها بل فرضت علينا مشيراً إلى أنه يمكن إعادة فتح مطار صنعاء إذا تولت الأمم المتحدة إدارته وأضاف أن إيران تزعزع استقرار المنطقة من خلال حزب الله والهجمات الإرهابية كما رأى أن تصريحات وزير الخارجية الإيرانية عن التقارب مثيرة للسخرية